قطار سيتي رن يجوب المحافظات ويطلق مراثن الجاري بأسوان 25 الجاري بمشاركة نجوم الرياضة قطار مشروع سيتي رن يواصل صوالاته وجوالاته في مختلف المحافظات هذا المشروع الذي أطلقته أندية سيتي كلاب لتشجيع المصريين على ممارسة رياضة الجاري في مدن مصر أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشئات الرياضية أن انطلاق مشروع سيتي رن كانت ناجحة وشهدت مشاركة جيدة اقتربت من 300 مواطن من الجنسين ومختلف الأعمار مشيرا إلى أن المدن المستضيفة للماراثن ستزداد في عام 2023 ويضيف العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هذه المبادرة تعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلاب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشئات الرياضية في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلاب إيمانا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه ترجمة نانسي قنقر